كنا بنقول من شوية ومع بتقول انه في فكرة الدعم لأشقاءنا وحبيبنا اللي بيتعالجوا في المستشفيات حتى تمام الشفاء ربنا يتم الشفاء وعافيته عليهم كان سيد محافظ فرسعيد في إطار توجهات سيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة لكل المستشفيات اللي موجودة بالقرب من محافظة فرسعيد زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على شاشة بيتفقد أحوال المصابين والمرضى الابتسامة اللي على وشه دي دي مهمة قوي ودي رسالة مهمة مش كل الكلام بيتقال بالمفردات أو بالكلمات أو بصوت ساعات انه الابتسامة دي في حد ذاتها دي رسالة مهمة جدا لكل من يهمه أمر الناس دي يعني بقت الزهور الحقيقة مش بس مهدى للمواطن الفلسطيني الجميل ده هي مهدى للشعب الفلسطيني كله الحقيقة من قلب مصر لكل الشعب الفلسطيني والكل الوطن العربي احنا موجودين مصر موجودة في ظهركم سند ودعم ومحبة من قلب مصر لكل الوطن العربي احنا دايما بنعمل كده يعني دايما مصر بتكون هي وقفة على طول بتدعم دايما الأشقاء العرب أي مشكلة بتحصل بتبقى مصر دايما في المقدمة بتبقى مصر دايما الرائدة بيبقى الحكومة والشعب ايد واحدة دايما وزي ما قلنا برضو ان فيه أزمات احنا بنمر بيها حاليا ولكن مع ذلك احنا وقفين ووقفين جامد جدا في المجزرة اللي بتحصل في غزة وبندعم بكل الطرق وكل السبل المتاحة لنا طبعا في ظل الظروف دي وربنا ان شاء الله يعني يكل دا بوقف اطلاق النار يا رب يا رب اللي احنا شايفينه طبعا شفنا معالي وزير السحة يعني في مستشفى الشيخ زويد شفنا المحافز في برسعيد المحافزات كلها فيها الحقيقة تعاون دا ما يجيش واحد في المية من اللي بتقوم بالدولة طول الوقت في كل المحافزات من انقاذ ومن اسعافات بتبعتها ولكن خلينا نشيد بدور الشباب يا ايمان الشباب النهاردة يعني وقفتوا على قلب رجل واحد ما بيكلوش ولا يتعبوا ونفسهم ان هم فعلا ينزلوا بكل قوتهم يسندوا اهلين ببسة وشباب بجد واعي او انا بحييهم يعني طول الوقت اللي فات دا كانوا عاملين مجهود كبير جدا لما تلاقي انه في دولة في العالم اكتر من 60% من تعدادها شباب والبقى شباب برضو على فكرة شباب قلب وشباب روح وشباب فكر وعقل احنا ما عندناش عواجيز احنا عندنا كله شباب بس هي المسألة وقلنا كذا مرة انه السنة دا مجرد رقم في البطاقة فهي دي مصر شباب وهتفضل